طبعاً ثانوية عامة خلصوا وإن شاء الله يكونوا مستمتعين بالأجازة محدش يكون مضغوط ومتوتر بسبب النتيجة طبيعي أن يكون عندي أحلام وطبيعي أن يكون متوقع نتيجة كويسة وطبيعي أن أنا يعني أكون عارف مثلاً أن أنا تعبت طول السنة فكمان مستني نتيجة كويسة بإذن الله ربنا دايماً يحقق لكم كل أحلامكم لكن مهم جداً بقى من أولياء الأمور في مرحلة زي دي أنه ندعم ولادنا خلاص اللي زاكر زاكر ومتحنوا وإن شاء الله يكونوا عملوا كل اللي عليهم وده المهم النتيجة دي دايماً بتاعت ربنا اللي جاي دايماً المستقبل بإيد ربنا إحنا بنجتهد والباقي على الله ما نضغطش عليهم لأنه الضغط عليهم في سنة زي ده أعتقد أنه شفنا كتير أنه نتيجته أكيد نتيجة ما هياش كويسة لكن يمكن بعض الأهالي ما بيبقوش عندهم يعني جزء كبير من الوعي الده ما بيبقوش قادرين أنهم يضبطوا نفسهم في التصرف مع الولايات بيضغطوهم بيلوموهم عن نتيجة يمكن فيه ناس بتتلمع على نص درجة وناس يعني تبقى محققة نتيجة قوية جداً وشايف نفسه مثلاً في وسط زميله هاي لكن أهله بيلوموه على نص درجة والربع درجة وناس لقدر الله يعني ما تجيبش نتيجة كويسة وأهلات تكون داعمة لها بشكل كبير وبتفكر إزاي تحقق يعني مستقبلها بأفضل الطرق خلينا نتكلم أكتر بالتفصيل مع المتخصصين معنا دلوقتي دكتور رقفة يوسف أستاذ الإدارة واستشاري التنمية البشرية مساء الخير عليك يا دكتور ومنورنا في التساعة الأوسر المفروض تتصرف إزاي في مسألة انتظار النتيجة دي وأكيد حضرتك أب مصري وعارف يعني إيه نتيجة وخصوصاً نتيجة السنوية العامة وحالة الطوارئ اللي موجودة جوه البيوت ودلوقتي بقينا مقاسمين شوية ناس يعني إيه تروح تصيف ومت يعني تلغي حالة الطوارئ اللي موجودة دي وخلاص وتسيب الولاد أيا كانت النتيجة عاملة إزاي وناس لأ تبقى قاعدة على أعصابه وخصوصاً الأمهات لحد ما النتيجة تبقى وبعد النتيجة بنبتدي بقى يا نلوم يا ندعم فهل هو أنا دعمي لولادي متوقف عن انتيجة سنوية عامة؟ لا طبعاً أنا مش متوقف عن انتيجة سنوية عامة هي الفكرة دي مرحلة صعبة جداً لأن هي بعدها هيبقى فيه فكرة القرار إحنا هناخد كلية إيه فإحنا دلوقتي لو إحنا مشدودين كأب وأم وابتدى الضغط العصبي ده يتنقل للولاد هيبقى فيه فترة صعبة جداً هي فترة اختيار كلية وخصوصاً لو أنا ما جبتش الاسكور اللي أنا عايزه لازم ناخد بالنا من حاجة صغيرة فكرة الظروف الصعبة هي اللي بتخلي الشخص يكتسب خبرة يعني الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلد كان عنده جملة حلوة قوي بتقول البحور الهادئة لا تصنع قبطاناً ماهراً فأنا عشان أخد خبرة كويسة لازم أمر بفترات صعبة لكن الفترات الصعبة مش معناها أن أنا بقى مشدود عصبياً لأنه أحد الأسباب الأساسية للقرارات الخطئة أنه حيك تاخدي قرار تحت تأثير أحد المشاعر السلبية اللي هو إيه؟ اللي هو الغضب فأنا مشدود أنا كأب وكأم إزاي ابني بعد كل المجهود ده ما يجيبش الاسكور المطلوب والولد مشدود إزاي أنا عملت كويس وما جبتش الاسكور اللي أنا عايزه ده في الآخر خلص وده بقى ماضي بالنسبة لنا دلوقتي الاسكور ده بقى ماضي